وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات أن التدابير المتخذة بمناسبة عيد الأضحى مكنت من مرور هذه المناسبة في ظروف جيدة وأضافت أنه تم التفاعل مع مختلف الشكايات والتساؤلات وفحص نحو 2600 سقيطة وأحشائها وتقمي تعميق البحث في 50 حالة وأبرزت الوزارة أن مصالح المكتب الوطني للسلام الصحية للمنتجات الغذائية تمكنت من التواصل المستمر طيلة أيام العيد مع المواطنين وبفضل عملية الترقيم تم تحدد الضيعات التي سيقوم المكتب بإفادة رجان إليها من أجل توسيع البحث وأخذ عينات من الأعلاف ومراقبة الأدوية البيطرية للتأكد من جودتها ومصدرها